لجان الدفعات كلية الصيدلة وعزمنا ان نحسن سعيا السلام عليكم ان شاء الله اليوم رح نبدأ بشرح معدة فايتو كاميستري اناليسيس رح ابدأ معاكم بالمحاضرة الاولى اول اشيغنا نتفق على شغلة انه كيف احنا رح تكون الية الشريح ان شاء الله رح نشرح منمر على السلايدات وبعد هيك رح ارجع للتفريغات تبع الدفعتكم يعني تفريغات هذا الفصل لحتى نظمن انه احنا مرينا على كل اشي ويعني مرينا على كل اشي بيحكي لكم ايا الدكتور هس اول اشي شو يعني احنا اه اه فايتو اناليسيس او فايتو كيميستري اناليسيس خاني فهم اول اشي اه اعنا شو بتحكي هاي الماده هلا فايتو كيميستري اناليسيس يعني هي تحليل لكيمياء النبات طيب شو يعني خلان وضح اكتر بتكم تعرفوا انه احنا بصناعة الدوائية دائما لدينا خطوة اناليسيس بشكل بارارل يعني بشكل متوازي مع عملية الصناعة كل خطوة صناعة انا بعملها بعمل تحليل لهالي الخطوة اذا امورها تمام سواء قو اهيد بكمل بالخطوة اللي بعدها اذا في مشكلة لا وقف هون وشوف ايش المشكلة وما تكمل ليه لانه هذا اه يعني مثلا انا عندي مصنع ليش بعمل هالي الخطوة لانه فهذا بقلل علي الكوست بدل ما اعمل انا اشتغل كل شغل تمام وعند اخر خطوة بس اجي اعمل اناليسيس واكتشف انه اه كان في مشكلة بهذا الباتشا وبهاي الفورميلا سواء انا رح اخصر كتير فهذا بقلل علي الكوست طيب هادو شو داخلوا بالفايتو كيميستري اناليسيس كتير فانه الاناليسيس هو ستارت فرم بلاد كوليكشن يعني هو مش بس ببدأ لما انا اجيب الاكتف انجريديانت وابلش تصنيحه كفورميلا لحتى اطلع اخر اشي بالفايتو انصر فيها على الماركت و ابيعه لا الاناليسيس هو فعليا موجود حتى انا لما اجمع هذا الابلانت وابدأ اعمله مثلا اعمل اكستراكشن الاكتف انجريدانت من هاد البلانت بعديها اتأكد انه فعليا اكتف و سيف على البيشن بعدين بروح فيها مرحلة ال طيب ماشي هسه خلال اعمل بس هيك شوية ريفيجن من فايتو تو نحكي شوية عن الناترال برودكت كونه احنا نهتم اكثر بهاي المادة بالناترال برودكت لانه احنا مادتنا هي فايتو كيميكال اناليسيس اناليسيس فهمنا طيب شو فايتو كيميكال فايتو يعني نبات يعني انا مهتمة بشكل اساسي بالنبات لانه زي ما بتعرفوا من الفايتو تو وفايتو وان انه ناترال برودكت هي البرودكت بروديوس باي مين تنتج من الكائن الحي ومين لي مين لي النبات عشانك احنا مهتمين بشكل اساسي بالنباتات طيب هسا احنا النباتات بتنتج نوعين من المركبات بنسميهم برايمري ميتابولايت and secondary البرايمري ميتابولايت هي احنا عشان يعني نكون اه كثير دقيقين وسينتفك بالشرح نحكي انه البرايمري ميتابولايت هي اسسينشال فور لايف يعني بدون هاي المركبات فعليا ما في حياة زي مين؟ زي مثلا البروتين هل الانسان مثلا مقدر يش بدون البروتين انه بعد مقدر يش بدون البروتين ماIV هذه الاشياء نعتبرها بنسبة للسيكاندري ميتابولايت وهي اهم بالنسبة من الثيوري بتحكيلي انه النبات بنتجها لحتى يحمي حاله يعني لو ايجا حيوان مثلا بده يكلها ممكن يصير عنده توكسيستي بالتالي ما رح يعني حد يرجع يوكل من هاي النبدة فاليكا فارماسس باهتم بهذا السكندري ميتابولايت لانه ميلي ميلي هو اللي انا ممكن استعمله كدراج تمام يعني خلينا ناخد مثلا شنو ادخلكم الفكرة الكيورير مثلا الكيورير كانوا قديما يستعملو يحطوه على الارز او على الاسهم ويستعملوه بالصيد لاش لان هاي المادة لما بتعمل جروح في الفريسة بتعمل عنده مصل ريلاكسانت او مصل باراليسس فبالتالي بصير اسهل افتراس هاي الفريسة او هاد الحيوان طيب انا كيف ممكن استفيد منه بالصيدلة باخد الكيورير فعليا هم بياخدوه بصير يعطوه بالسيرجري بالعملية لانه بخافوا الباشنط مثلا يصحى اثناء العملية هو بيصحى مثلا كانوا عم يعملو له خلا نحكي عملية بالجي اي تراكت تمام بعملو العملية بالجي اي تراكت وصحي يعني هيك فجأة لقي مثلا بطنه مفتوح فهي رح يحاول يهرب بس يعني ثانيا هذا اللي رح يصير بس هو ما رح يقدر لانه المصل عنده هيك ريلاكسان يعني مرتخيه فما رح يقدر يهرب طيب اذا الفكرة الاسية نعرف انه البرايماري ميتابولايت هي السي انشاء لكن السيكندري ميتابولايت هي اللي انا ممكن استعمالها كدواء فنرجى مرة اخرى لخص كل اللي حكينا فايتو كيميكال اناليسي هذا اهم اشي يعني هي الاهم السيكندري متابولايت هي الاهم من البرايماري ميتابولايت طيب دعنا نبلش بالسلايد بيحكي لكم why it's important for pharmacists to study the natural product again انو حكينا هي وحنا ممكن نستعملها كسورس للأدوية بالأخص النباتات طيب ليش النباتات برأيكم هي سورس كتير مهم لهاي الأدوية وهذا السؤال يعني متوقع يقوم بالامتحان لانه دكتور هداب كان كتير يركز عليه ويعني بتذكر انه جاب عليه بالكوز تمام طيب هسه ليش هو كتير مهم لانه اول اشي بحكي لكم هو chemical diversity خلينا نفهم ايش هو chemical diversity يعني هاي النباتات بتحتوي على كمية كبيرة من chemical او المركبات يعني النباتة ما بتكون بتحتوي بس على chemical واحد لا بتكون بتحتوي على مركبات كثيرة فبالتالي يعني زيكي اني بحكي إلا ما ألاقي واحد من هاي المركبات يكون اكتف وبشتغل على واحد من الريسبتورز الموجودة بجسمي فبالتالي هو رح يعالج بزيز معين يعني هو واحد من هاي الكيميكالوس الكثيرة رح يكون موجود وأستعمل أنا كدواء تمام؟ يعني كمان هذا يعني شي حدو نوقف عندها هون ونحكي هاد دليل على انه الخالق واحد يعني الكيميكالوس الموجود بالنبات هو بقدر يرتبط برسبتورز موجود عند الهيومان طيب ليه؟ اكيد هادا ما يجا من باب الصدفة فهاد دلالة على انه الخالق واحد سبحان الله فهاي اول نقطة انه عندها كيميكال دايبيرسيتي النباتات وعندها كم هائل من الكيميكالز فهاي الكيميكالز بتكون واحد منهم أتليست واحد ممكن يكون اكتر ممكن يشتغل على الريسبتور عند بيشنت مثلا وبحالج بزيز معين فالنقطة الثانية بيو اكتب شو يعني بيو اكتب؟ بيو حيوي اكتب يعني هو اشي اكتب مشيط أو ممكن استفيد منه فبالتالي هو نشط حيويا او بمعنى ثاني ثيرابيوتيكالي اكتب يعني هو ممكن استفيد منه انا كعلاج تمام؟ فهاي الفكرة بانه هو كيميكال دايبيرسيتي وبايو اكتب ليك انا برجع للنبات وفيه كمان نقطة مهمة انه لازم يكون سيف يعني انتو بتعرفوا لو نرجع للكبار مثلا نحكي لهم انه انا عندي بيزيز اكس مثلا بحكي لك والله خد روح اشرب هاي العشبة او اعمل هادا الاشي رح يفيدك تمام؟ ليه؟ يعني بحكولك انه اذا ما افردك ما رح تضرقك بمعنى ثاني سيف والسيفتي يعني هي بري امبورتنت اشو بعالم الصيدلة طيب هلأ نيشي على هذا السكيم هذا السكيم شو بحكي لكم؟ بحكي لكم انه اغلب الادوية الموجودة عنا بالصيدلة هي natural product مش شرط تكون natural product بالمعنى الحرفي يعني مش شرط اكون انا فعليا جايبيتها من النبدة وبستعملها زي ما هي ممكن اعمل عليها شوية modification وممكن ما نعمل modification بس سيكون بالنهاية source الاساس او حتى لو انا اخدت يعني من وين اخدت فكرة هذا الدواء من النبدة او انا اخدته من النبدة زي ما هو واستعملته او اخدته من النبدة وا اه اعدلت عليه شوية تمام؟ فبحكي لكم انه 42% of all new approved drug هي اصلا biologically اه جاي من النباتات طيب طبعا هاي النسب هي مش حفظ بس بلكم تكون عارفين زي ما حكي انه بالاساس اه هي مصدرها جاي من النباتات تمام؟ يعني خلينا نحكي مثلا عندكم الرامز بي اللي هو biological macromolecul يعني هو نشط حيويا او يعني ممكن استفيد منه انا وهو بمثل 16% آآ un altered يعني انا ما غيرت عليه un altered natural product او مثلا عندكم آآ defined mixture اللي هو من سميها crude طبعا احنا في عنا crude في عنا extract وفي عنا exudate رحي نميز بناتهم بعد شوية ان شاء الله طبعا هاي كم نسبتها اللي هي mb 1% تمام؟ بالمقابل في عندكم synthetic synthetic drug but mimical natural product شو يعني؟ يعني انا شفت مثلا هذا ال chemical موجود بالنبتة بس حصولي عليه من النبات هو عملية كثير معقدة او اني بحصل عليه من النبتة بصعوبة كبيرة او خلالي نأخل مثال التاكسول هو anti-cancer agent تمام؟ هذا له شروط كثير معقدة لحتى احصل عليه يعني النبتة لازم تكون تقريبا عمر 100 سنة لازم اجمع كمية كبيرة من النبات لحتى بالنهاية اجمع 1 بس من النبتة يعني يدوب يدوب تكفي دوز واحد لابيشنت واحد يعني بصعوبة فعليا انا بجمعها فشو منعمل نروح منصنحها باللاب تمام؟ منصنحها باللاب ليش لحتى ازيد البرودكشن انا اظن استنى 100 سنة عشان اخد واحد كرام اكيد لأ وعندنا السينثيتيك دراج اللي هي ناترال فارماكو فورك انا عندي استراكشن طلعت الكمباوند من النبتة وشفت استراكشن تابعه هذا استراكشن فعليا مش كله انا بهمني فيه جزء معين بس هو المسؤول عن اكتيفتي تبعت هذا استراكشن فبالتالي هذا جزء بسميه الفارماكو فورك اللي هو المسؤول عن اكتيفتي لهذا الكمباوند تمام؟ زي مرة ثاني هذا استراكشن بس حتى يحكي لكم انه ناترال برودكت هي بتمثل اغلب الادوية الموجودة بالصيلة اللي حاليا وهي تقريبا نسبتها 70% تقريبا يعني هي رفل 70% وهذا كمان سؤال بالامتحان انا محكي لكم الاسئلة اللي اجتنا الفصل الماضي طبعا هاي ادوية بس هي كا طيب هسا اجن خلينا نحكي عن الناترال برودكت اكتر الناترال برودكت بحكي لانه انا ممكن استعملها كا يعني ااخد النبتة كاملة انتير اورغانيزم او الانيمال باخده شكل كامل وخلص احنا مالي مالي حكينا البلانت هنا نركز البلانت انا اخد البلانت واستعمل مالي مالي ها منسمي انتير اورغانيزم او ممكن مالي مالي او او يعني يعني انا هاد البلانت لا بدي كامل بدي بس الفلاور منه زي اه او بدي اخد منه بس الليفز بدي اخد منه بس الصاق تبعه مش كله بهمني فأنا باخد جزء واحد او جزء معين من النبات طيب بناء على شو بحدد هذا الجزء بناء على انه اي جزء من النبات بيحتوي على active ingredient وبيحتوي عليها بأكبر كمية ممكنة احدد فيه part that can be used as a drug يعني النبات او كسورس للدراج مش شرط ان استعمله هو نفسه لالدواء صريق كدواء هس الاشي الكثير مهم من المركز عليه هو extract and exudate وفي هنا كمان الكرود هس شو الفرق بناتهم الكرود اللي هو ان انا اخد النبتة نفسها واحنا بنستعمل يعني جبت مثلا انا عملت لها dryness طحنت وطفر واستعملت هذا بنسميه crude لكن crude ما يعني ان هو عبارة عن single substance او عبارة عن مادة واحدة هو ممكن يكون mixture لكن زي ما حكينا بنعمل dryness للنبتة وبعد استعمل ها بعدين في عنا extract extract انا عملت extraction يعني انا استعملت solvent وستعملت solvent معين لحتى استخلص مادة معينة طبعا هاد رح ندرسه بالتفصيل ان شاء الله بمادة final او لقدام بعد هيك في عنا extract شو هو extract extract مال اللي بنعمله قوي يعني كيف بستخلصه بنستخلصه ب expression expression يعني زي عملية العصر تمام ايش مثال نستخلص من النباتات عن طريق exudate اللي هي المورفين مثلا اللاتيكس اذا تذكروا من فيتو 2 احنا كنا ناخد النبات اللي نستخلص منها المورفين بس مجرد ميكا عملت لها زي جروح بصير يطلع منها اللاتيكس وناخد منه المورفين فهذا احنا نسمي exudate طبعا again في عنا كمان pure compound like alkaloid for example هاي المركبات احنا بهمني بالnatural product احنا حكينا انه نلجئ لها لانها هي safe لكن برضو احنا بحتاج اعمال purification لماذا بحتاج اعمال purification من شرط انها تكون safe 100% لكن compared مع chemical فأكد سيكون تمام لكن احنا نحتاج احنا بحاجة purification للcompound يعني انا ما بدي entire organism ما بدي النبدي كاملة ما بدي جزء بس منها تمام بروح بعمل extraction extraction احيانا ممكن يعطيني mixture من compound بس انا ما بدي mixture بدي alkaloid بس بدي الalkaloid وما بدي اي نوع من الalkaloid بدي مثلا الكافيين just kافيين فبهاي الطريقة احنا من الدرج لحتى احصل بالنهاية على one entity لانا بيور يعني بحتوي على compound واحد لانه ممكن النبدة الاثر طيب انا عم بعالج ديزيز معين بعطي هاي النبدة لحتى اعالجه بس النبدة فيها chemicals عملت عنده تكسيستي فالpatient سوف يموت بسبب تكسيستي واخدوها قاعدة دائمة احنا بال drug discovery او يعني صناعة الدواء بشكل عام بيهتموا بشغلتين كتير مهمين اللي هي drug efficacy and drug safety انو اهم safety اهم يعني حتى drug can effective 100% وبيعالج نحكي cancer يعني واحد من اصعب disease الموجود حاليا عندنا لكن هذا الدواء ما cancer ما بستعمله تمام طيب هاي بس هي مجرد مراجعة انكم تطلوا على chemical صبعا مش مطلبين تحفظوه تحفظو structure يعني هي بس مجرد مراجعة هسا هدول اللي فيو سلايدز اللي رحين نمر عليهم رحين نحكي على historical use ل plant كsource من الأدوية اللي بدياكم تعرفو بشكل كتير مختصر انو استعمال النباتات كأدوية هو موجود منذ القدم من زمان زمان كثير يعني هو مش اشي مدرن بالعكس هو اشي كثير قديم يعني استعمال النبات بالأدوية كان تقريبا 50% صار about 67% أو 70% سيما حكينا قبل فانتي هكا يعني بطلقوا مصطلح home back to nature يعني انتي كأنك عم ترجعي للطبيعة بتستخلصي من ها أدوية لين انو هاد الاشي اصلا كان مستعمل قديما انا مش عم بخترق اشي جديد من عندي حسا شغلة كمان كفير بالسلايد هون بديكم تركزوا كمان على طبعا هاد خلنا احنا بفايتو بس اجي عليه سؤال كمان بالكوز انو مثلا المورفين هو من اين بتي جاية تمام الديجوتوكسن من اين بتي جاية مثلا فهاي الاشياء اللي تركزوا عليها وكمان شغلة بدي ياكم تركزوا عليها خلينا نيجي على عام 1897 بحكي لكم انو الاسبرين was the first semi-synthetic شو يعني صح انو الاسبرين هو natural product جاي من نبات بس عملين عليه modification يعني الاسبرين هو acetyl salicylic acid مش salicylic acid عشان انا بحكي عنه semi-synthetic يعني هو كان acetyl salicylic acid بس كان في شوية side effect ف عدله عليه sarh acetyl salicylic acid ف بدكم تعرفوا انه كمان semi-synthetic وهذا كمان كان واحد من الاسبرين الاسبرين اللي ايجاد وكمان بعام 1928 زي ما كلنا منعرف انه الكسندر فلمنج لما اكتشاف البنسلين اكتشاف البنسلين اللي هو يبال عن anti-biotic يعني هذا عمل نقلي نوعية بمعالجة infertual disease زي البكتيريا disease او مين للبكتيريا disease فهذا اش كتير مهم يعني هاي الاشياء دي كم تكسول عليها بالنسبة الهيستوري هاي عندكم هون هي امثلة على الادوية اللي استعمال او الها من النبات وهي زي ما بحكي لكم هي top sling track يعني هي الاكثر مبيعا طيب هون بياكم تركزوا معاي كثير تمام اه احنا حكينا انه احنا بنستعمل natural product ليه لسببين كثير مهمين structural diversity يعني بتحتوي على مركبات كثيرة مختلفة فبالتالي فرصتي باني الاقي واحد من المركبات بعالج disease معين كثيرة عالية الشغل الثانية انه drug like properties that means can be used as a drug يعني هو bioactive أو therapeuticly active يعني هو ممكن اني استعمل انا بي الثرابي او بمعالجة الامراض تمام تمام حسا بحكي لكم انا كيف ممكن اني استعمل هاي النبتة كدواء again ممكن اني انا الاقي مركب من هاي النبتة هو بيشتغل على ريسبتر معين فبالتالي بيعالجها او ممكن انا استعمله كتمبلت شياني تمبلت يعني كأنه بحكي لك انه تمبلت اشي اساسي انتو اخدي هذا المركب وعدل عليه تمام هاي هي التمبلت يعني كأنه اعطاكي البيس اخدي هذا الكمباوند ممكن تعدل عليه تجري عليه تعديلاتك يصير مناسب بالنسبة للك اما ازيد الايفيكاسي تبعته او اقلل السايد افكت من لي هاي اهم شغلتين انا بعمل موديفكاشن عشانهم كمان مرة ازيد الايفيكاسي او اقلل السايد افكت لهذا الدواء هاي التمبلت ممكن كان بي يوس فور سيمسينثتك او توتالي سيمسينثتك موديفكاشن هلا رح نحكي عنهم اكثر اجين باستعمال النترال البردكت the number of diseases treated or prevented by these سبستنس ريح يزد يعني هون خلينا نيجي بحكي لكم انه هاي الادوية acting as a new drug that can be used as unmodified state يعني انا زي ما حكينا لكروت لدينا oral extract باخده من النبدة وبستعمله ما بعمل على اي modification خلص زي ما هو باخده وبحطه بالفورمولة تبعتي وبصنعه كدواء تمام او ممكن استعمله building blocks or scaffolds كيف يعني يعني باخد هذا ال compound بعدل عليه ليش بعدل عليه بعدل علشان ازيد الافكاسي تبعته او ازيد الpotency تبعته عشان ازيد ارتباطه بالريسبتر فبالتالي بعطيني افكاسي احسن بصير هذا الدواء اقوى بالنسبة لالي تمام اه كمان ممكن ممتازة فنستعمل دوجوكسن اكثر من دوجوكسن تمام طيب اش هذا الاشي يعني طبعا دوجوكسن و دوجوكسن بثنين تقريبا من نفس الفاميلي مع شوية اختلافات بالستركشن هذا الاشي بحكيلك انه انت ممكن تلاقي من النبدة يقوم بشتغل بميكانيزم اشتغل فيها هذا الدرج وباخدها وبصير اشتغل عليها لحتى اطور الدواء اللي خاص فيه انا تمام فهاي هي الفكرة فاذا بتتذكروا السار او من الميليسنا الكيميستري فهي بتمشي على نفس الفكرة تقريبا بانه انت هيا عندك الكمباوند يعرف كيف يشتغل يعني مشرط اني استعمل نفس الكمباوند او نفس الستركشن لكن ممكن نعمل موديفكاشن لحتى انا احصل على البيست فيتنج يعني اجيب هذا الريسبتر يكون بيست معين تمام فهي هي الفكرة طيب هنرجع على شغل لما حكينا انه احنا مناخد هذا النبات يمكن اعمل عليه شوية موديفكاشن لحتى بالنهاية احصل على الاجنت اللي بدي ايا يعني كأني انا بستعمل هذا الستركشن ك بريكيرسر بريكيرسر يعني اشي سابق تمام بريكيرسر لحتى انا احصل على البرودكت اللي انا بدي اما totally او partially totally يعني انا باخد و بحمل عليه موديفكاشن وخلص بحصل الاجنت اللي انا بدي بارشلي كيف يعني زي ما حكيت لكم بالاول انه احنا في هنا الخاصة للناتشرال البرودكت لما بتشوفي مركب كثير في انه الناتشرال البرودكت شوي يعني هيك معقدة يعني مثلا عندكم خلينا نحكي عندنا هون الاريترومايسن مثلا اريترومايسن نشوفه كثير هيك معقد فأكيد انا مش مصنع باللعب فالستركشر احيانا مكون صعب اني انا اصنع باللعب طيب بهاي الحالة شو منعمل انا مش شرط اخذ الستركشر كامل ممكن اخذ الفارماكوفور اجين الفارماكوفور اللي هو جزء من الاستركشر اللي مسؤول عن الاكتيفتي تمام باخذ هذا الجزء بس بلغي كل جزء الاجزاء الثاني من الاستركشر ممكن اني انا اضيف اجزاء ثانية باللعب بصنعهم بحيث اني احصل على الاكتيفتي اللي انا بدي اياها او حتى اقل صايد افكت طبعا بدياكم تركزوا كمان هون شوي انه احنا عنا دراك ديزاين في عنا احنا ريسبتر باست او لغند باست اول اشي احنا نعرف شو معنى لغند بس عندكم مثلا هاي ريسبتر يجت مادة رح تشتغل عليه اللي رح ترتبط بهاي الريسبتر هي منسميها لغند تمام في سبستريت مادة عادية ترتبط بالرسبتر فمسميها لغند ممكن هاي اللغند اعدل عليها انا لحتى احصل على الرسبتر سري احصل على اللغند تكون بست فت مع هذا الرسبتر بست فت يعني احصل على احسن ارتباط مع الرسبتر ليش لانه هاي المركبات يعني 3D تخيلوها يعني مش مثل الورقة هي لها 3D structure فحتى هذا 3D يمكن يأثر على ارتباط هاي المادة بالرسبتر تمام او في عندكم رسبتر بست شو يعني هي استري the structure that obtain best fit in the receptor again يعني هون نفس الاشي احصل على بست فت لكن بيكون عندي التارget هو الرسبتر تمام طيب هسا بهاي السلايد الاخر ايش رح نحكي عنها الليميتاشن طبعا الليميتاشن هي انه باختصار بحكي لكم انه احنا صح في عنا عدد هائل من النباتات موجودة على كوكب الارض وهي منوعة جدا لكن انه 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 اللي قدرنا ندرس منها هو عدد كثير قليل يعني مثلا بحكي لكم شوفوا احنا عنا فوق 250 الف لكن اللي احنا دارسينه منهم about 5 to 10 percent يعني عدد قليل جدا بطلع هذا واحد اثنين اثنين احنا حكينا انه السورس الناتوري اللي بودكت هم plant animal or microorganism طيب ممكن تكون هاي plant or animal او حتى microorganism هي marine organism مرين يعني هي كائنات بحرية فصعب اني اوصل لها يعني انا كيف اروح اجيبة خاصة انه كانت على اعماق جدا جدا عميقة او تكون بمناطق مثلا فيها حروب او تكون مثلا بمناطق هيك تكون الجغرافية تبعت الارض صعب اني اوصل لها النبتة فكل هذا بيعمل لميتاشن لحتى انا استعمل هاي السكندري ميتابولايد او استعمل هاي النبتة كسورس للأدوية وستخرج منها الميتابولايد كمان شكل بحكي المايكروبيا الورد احنا كل اللي بنعرف عنه وكل العلم اللي عم ندرس حاليا بالمايكروبيولوجيا وكل اشي بنعرف عن هاي الكائنات الحية الدقيقة هو 1% تخير يعني احنا حرفيا ما بنعرف اشي عن هذا العالم اه فكمان هذا بيعمل انه انا ما بحكي عن هذا العالم فكيف رح استعمله كسورس للأدوية تمام طيب هذا طبعا كله احنا حكينا هون اهم سورس للأدوية من الناتشرال بروتكتد هو عبارة عن البلانت هاي هنكم مثلا المارين عنا هون كمان مرة اللي هي السمال المايكرو اورغان سورس للبلانت طيب بعد هك رح نحك عن الستراتيجي الناتشرال بروتكتد ريسيرج هذا ان شاء الله رح نعمله محاضرة ثانية وانا لهون رح اوقف ان شاء الله